معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بطفان مرحبا بكي لانا بينما يعتبر أن الكرة في ملعب حماس اليوم وبينما يعتبر من ناحية أخرى أن الشروط المسبقة لا تنجح الحوار هل يمكن القول أن حوار اليوم في موسكو قد يحدث اختراقا في جدار الانقسام الفلسطيني وهل الظروف الحالية التي يعيشها الفلسطينيون من حرب على غزة قد تكون دافعا للتقارب بين الطرفين يعني كما نعلم بأن روسيا هي شريكة في الحل الدولتين الجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الفلسطيني حيث أن الجانب الروسي وفق المواثيق الدولية والأمم المتحدة قد اعترف بقيام دولة إسرائيل بالمقابل أن يكون هناك دولة شرعية للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية من هذا المنطلق اليوم روسيا حاولت مجددا أن تمسك ذمام الأمور وخاصة بعد تصريحات لاذع من قبل الجانب الروسي على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد أن تستفرغ بهذا الحل وهذه المسألة وهذه القضية القديمة في الشرق الأوسط بالتالي الاجتماع اليوم هو ركيزة أساسية روسية على أن روسيا ما زالت موجودة في المحاضر الدولية والقرارات الدولية وأنها لم يتم عزل الجانب الروسي بشكل مطلق وثانيا على أن روسيا هي أيضا شريك أساسي في حل مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من هذا المنطلق يرى الجانب الإسرائيلي على أن أساسيات حل هذا الصراع يبدأ أولا بحل الصراعات الداخلية الفلسطينية أي بمعنى أن يكون هناك وحدة صف فلسطينية داخلية أي بمعنى أن يكون هناك سلطة فلسطينية تتمثل بجميع القيادات وأيضا جميع المنظمات وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي ربما البعض منها يصنفها على أنها إرهابية أو غير شرعية من هذا المبدأ الروسي يمكن فعليا أن نعوّل على أن مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يحلل المرتبة الأولى أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني ووحدة مطالب فلسطينية وهذا ما يسعى عليه الجانب الروسي بهذا الاجتماع اليوم على الرغم من أن حماس لم تضع شروط مسبقة لهذا الاجتماع ولكن البعض تكهن بالنقاط التي يمكن أن يجري الحديث عنها أولا أن يكون هناك إعادة توحيد في المواقف الفلسطينية حل العقد وأيضا العرقلات التي تقف في صف المحادثات والتنصيق بين الفصائل الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية والشيء الأساسي أيضا أن الحديث عن إعادة إعمار غزة وخاصة وفق الإحصائيات الأممية أن مسألة إعادة إعمار غزة ستكون صعبة وخصيصا في السنوات المتتالية لا يمكن حديث عن إعادة إعمار بشكل فوري وعاجب وبالتالي بعض الخبراء قد رجحوا هذا العاملان الأساسيين في النقاش اليوم والبعض الأخرى رجح أيضا عوامل أخرى منها أن يكون هناك توحيد صف في المطالب الفلسطينية خاصة في الحديث مع الجانب الإسرائيلي حيال وقف إطلاق النار وبالتالي نحن نرتقب هذا الاجتماع اليوم وأيضا غدا في المسارات التي سيتم النقاش عنها شكرا لك من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بطفان